اشتركوا في القناة من رئيسه النائب جبران بسيل ولفتت النهار الى انه قبل نحو شهرين فوصل القياد ومنصق منطقة الكحالة السابق وذلك قبل الانتخابات الحزبية الداخلية التي اجرها التيار منذ وقت قريب والتي لازلت اثارها تتردد خصوصا بعد توسيع قرارات الفصل الحزبية واخذها طبع الشخصانية بين بعض النواب كالذي حدث مع زياد اسود وامل ابو زيد بالاضافة الى طبع التملق للقيادة الحزبية بحسب النهار وخلال محاولتنا التواصل مع وليد الاشقر عضو المجلس السياسي في الطيار الوطني الحر لتأكد من صحة هذه المعلومات رفض الاخير التعليق على امور داخلية مرتبطة بالطيار بالمقابل اوضحت النهار ان ابي خليل النشط على مستوى منطقة علاء كان قد ترشح قبيل الانتخابات النيابية لينافس دائب سيزار ابي خليل وفاز عليه بالاصوات الا ان قرار الترشيح الذي اتخذته قيادة الوطني الحر بقي لمصلحة سيزار وتم تبنيه وترشيحه اثر هذا الامر فضل مارون ابي خليل لابتعاد عن الحملة الانتخابية للطيار وعدم الانخراط بها وبعد اشهر قليلة من الانتخابات طلق مارون وفق النهار اتصالا من المحكمة الحزبية ابلغته قرار فصله من الحزب بسبب عمله في مواجهة الطيار بالانتخابات الاخيرة وذلك من دون السمح له بتقديم دفوع او الاستماع الى وجهة نظره وفي وقت اكد مقربون من ابي خليل لنهار ان الاخير لم يعمل في مواجهة الطيار بل انه لم يعمل معهم لفتت الصحيفة الى انه بعد الانتخابات الحزبية الاخيرة خوصر جميع المقربون من مارون واسقطوا ما دفع عشرة الاعضاء الى تقديم استقالاتهم عشية انتهاء عام 2022 وذلك اعتراضا على الظلم الذي الحقه باسيل بابي خليل وخرق جبران النظام الداخلي واصدر قرارات وتعاميم غب الطلب كما لو ان الطيار بات حزبا شخصيا ومن ممتلكاته ورفض المستقلون واغلبهم من منطقة الكحالة فصل واخصاء الاوفياء والاوادم وابقاء المستزلمين واصحاب المصالح الشخصية بحسب النهار يعني لا يسلم بخط رئيس الطيار وبراجه وبعاليته وبتفكيره طبعا الحال بده هناك يعني مقربة لديه لإطلاح به وطوله من الطيار والطيار الحر تحت أدت أصباب منها انه منتظر في طيار بيان الطيار ومنها انه هذا الدرجة بعمش كل مرضوط بانا بالسيئتي ومنها بيعتبر انه فينات وفي هذا الإطار نفط مصادر للنهار أن يكون أبي خليل استبعد بطريقة ديكتاتورية فهو رغم فوزه بالتصويت المباشر وهو مرحلة من ثلاث مراحل ليعتمدها الطيار لاعتماد مرشحيه إلا أن نتائج المرحلتين اللاحقتين أظهرت تقد من نائب سيزار أبي خليل على مارون وهو ما رفض مارون تقبله وأوضحت أن هذا الأمر حصل في أكثر من قضاء لا فقط في علي والتزم الجميع بكراد القيادة إلا أن مارون قام بالعمل لصالح مرشحين منافسين لمرشح الطيار وقاد حملاتهم الانتخابية وهذا مرفض حزبيا وفي كل المعايير وتقول المصادر أن المستقلين هم بعض الأفراد من عائلة مارون موسيقى